شهد مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المليء 2023-2024 هذا وأحال رئيس المجلس عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها مناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول أعماله بدأت الجلسة بأحالة قرار الرئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمشروع تأهيل الخط الثاني لمتر الأنفاق إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتحديد موعد للمناقشة كما تمت إحالة مشروعي قانونين مقدمان من الحكومة إلى لجنتين الشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي فيما أحيل مشروع قانون مقدم من عدد من النواب بإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته كذلك تمت إحالة رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن منتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 إلى اللجان المختصة تلى ذلك مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 ومشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023-2024 حيث قدم عدد من النواب مقترحاتهم وآراءهم لدينا بعض التوصيات الخاصة بمشروع موازنة العامة للدولة وهي كالآتي أولا واحد ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الإرادات التي أقرها مجلس النواب في قانون الربط مع الأغذف الاعتبار أن هذه الإرادات ينبغي أن تكون هي الحد الأدنى لما يجب تحصيله وذلك في إطار القوانين واللواح والقرارات المنظمة اتنين اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستيداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة في المحور الأولاني وهي مدى ما لأمت الخطة فرأينا أن الخطة والموازنات تتلائم مع الاستحقاقات الدستورية فيما يخص العرشة فيلمية للتعليم والصحة ورأينا أيضا أنها بتتفق مع قانون التخطيط العام وأخيرا أنها متفقة مع رؤية مصر 2030 وأيضا رؤية الاستراتيجية لحقوق الإنسان في الحقيقة أنا بوافع على الموازنة العامة للدولة لأنه التحديات اللي احنا بنشوفها التحديات اللي احنا بنواجهها التحديات أيضا اللي بتواجه الدولة المصرية سواء داخلين أو خارجين تحت معينا أن يكون موقفنا موقف يتوازى مع توجه الدولة المصرية علشان خاطر نشوف أداء أفضل خلال السنة القادمة في الحقيقة أنا بحايل حكومة على أن الموازنة النهاردة تعتبر هي الأضخم في تاريخ مصر هذا ورفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة على أن يتم استكمال المناقشات في جلسة الغد وذلك في إطار استكمال الدور التشريعي للمجلس